سيد صالح سواء كانت الضربة من الداخل الإسرائيلي أو كانت المسيرات بالفعل انطلقت من الحدود أو من داخل الحدود الإيرانية ولكن لجماعات أو لطرف قريب للإسرائيليين أليس وجب الأمر في الحالتين ردا إيرانيا؟ الحقيقة الإيرانيين أعلنوا أنهم لن يردوا على لسان عبد المسؤولين لأنه أولا أنكروا وجود هجوم خارجي وثانيا لم يتحدثوا عن أضرار وحاولوا التقليل من أهمية هذا الهجوم رغم أنه الحقيقة في منطقة حساسة جدا فقط دعينا أشرح قليلا عن القاعدة الثامنة هي القاعدة الوحيدة التي تظن طائرات F-14 التي هي أحدى الطائرات بالنسبة لإيران واستلمتها في عهد الشاه السبعينات ولم تحدث بعد ذلك يعني هذه تعود إلى عهد الشاه بسبب الحصار والعقوبات إيران لم تستلم أحدث منها هناك بالقرب من هذه القاعدة هناك منشأة إصفهان لإنتاج تخصيل الهران وإنتاج الكعكة الصفراء مئة كيلومتر عنها مفاعل نطانز أيضا توجد قاعدة مراكز أبحاث لوزارة الدفاع والحرص الثوري إذن للمكان أهمية عسكرية بالغة لكن الضربة لم تكن بمستوى يعني إلى درجة أن تحدث ضررا عسكريا ولكن أعذرني هنا سيد صالح أعذرني على المقاطعة لم يتحدث الإيرانيون سابقا عن الرد في حال إحداث ضرر كبير رئيسي كان قال أي ضربة صغيرة ستستدعي ردا كبيرا قويا ومؤلما هذه ضربة صغيرة خفيفة ألا تستدعي هذا الرد المؤلم حتى رئيس الأركان وقائد الحرص التوري حسين سلامي ورئيس الأركان الحمد باقري تحدثا عن ما اسمه بالمعادلة الجديدة وهي أن إيران سترد على أي هجوم إسرائيلي من داخل أراضيها إذا ما تعرضت أي هدافه ولكن بما أن إسرائيل لم تتبنىه الآن وإيران تقلل من حجم هذا الهجوم وتتحدث عن التصدي لبضعة مسيرات فيبدو أنهم في مرحلة ابتعاد على الرد أو عدم تقبل أي مسؤولية لكي لا يترتب عليهم حق الرد لكن ما أريد قوله أن هذه العمليات سواء الهجوم الإيراني أو الرد الإسرائيلي عليها الآن إذا ما تبنته إسرائيلي نبدو هي تحقيق لأهداف سياسية أكثر منها أهداف عسكرية لأن لماذا يتم ضرب الرادار ولا يتم ضرب القاعدة نفسها وطائراتها أو المواقع القريبة منها خاصة تلك المنشأة التي تنتج المسيرات وأهمها شاهد 30 التي استخدمت في الرد الإيراني على إسرائيل فأنا أعتقد أن إيران تريد إيصال رسالة سياسية وإسرائيل أيضا تريد التخفيف عن الضغوط الدولية والضغوط الداخلية ونظام الإيران أيضا أراد أن يقول أنه رد على استهداف جنراته في سوريا لكن أكرر أنا حول السيناريوهات أنه إما أن إسرائيل عادت إلى حرب الظل ولا تريد الإعلان عن هذه الردود بسبب الضغوط الدولية أو أنها قد تكون بداية لسلسلة من العمليات بدأتها باستهداف مكان يحمل رمزية كبيرة من الناحية العسكرية والسياسية في الرحل